السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم هيب السرافندي من قناة ايهاب تيفي كيف حالكم ان شاء الله بخير ان شاء الله مبسوطين اليوم في عنا فيديو جديد والفيديو بتكلم عن مركز تحكم هايبرو اس طبعا اليوم تم اطلاق الواجهة مع شاوما 14 وشاوما 14 برو هتكلم عن 14 و 14 برو والواجهة وخصائصها ومميزاتها ولكن في فيديو التاني اليوم في عنا مركز تحكم الجديد ولكن بدنا نعمل له اضافة الاضافة اللي هنعملها هو عبارة عن اضافة مركز تحكم نشيل منه الخط هدل في المنتصف اللي عملنا قصة وعملنا مشاكل ولكن بحب يعني اطرع عليكو هالقصة البسيطة قصة من واقع الحياة اللي احنا ممعيشها بغزة القصة هذي كالتالي قصة بتكن تسمحها هتقول عنها خيال قصة هتسمحها الان تقول والخيال هتسمحها شاب صاحبي يعني روياء زي بعض يعني روياء واحد من زمان من كم انصف تاسع اللي هو تلتعدادي او قبل حتى هو راح بده يحلق شعره يحلق دجنه قبل تقريبا ثلاث ايام راح على مكان يحلق فيه المكان عبارة عن طاوة يعني مكان عمارة مأجرة هو في مكان تحت فاتح وعمارة مأجرة حول خمس طوابك راح كان دوره هو واحد اتنين ثلاثة تقريبا كان دوره الثالث فاللي قبله يعني الحلاك قال خليب الله يجي قبلك يعني حد تبدة واحد متعارفين ودخل حلاك بعد حلاك ساحب حاله روح بعد تقريبا ساعة او اقل ما سمع له ضرب هيك مرة واحدة سمع يعني هوا هيك صاروخ شوي قالوا ايش صار وين قالوا المكان العمارة اللي كان فيها اللي هو الحلاك اللي حلاك فيها راحت كلها تلاتة وتلاتين شهيد او اكتر على ما اعتقد فيه اصابات طبعا كتير من تحت الانقاط كلهم طلعهم فيه ناس طبعا تطلع طيبة فيه سبحان الله ربنا بكتبله عمر هو ربنا كتب له عمر جديد ملوش نصيب او ملوش نصيب انه يموت اليوم لكن ربنا كتب له عمر جديد والباقيين طبعا الحلاك راح وابنه معه بيحلك راح وكل الناس الموجدين راحوا وهذا واقع غزة وهذا واقع غزة يجي واحد بقول لك ايش بدنا فيهم اه ما هو انت مش مسلم زيك زيه ايش بدنا فيهم لا والله والله كلنا هذا واجب كلنا زي بعض كلنا زي بعض فيش فارج بين ابنك وفيش فارج بين ابن اي واحد في اي منطقة تاني من المسلمين اشهد بالله هذا الكلام مزبوط ولا كايش رايكو وهذا ما كان لدينا او هذه القصة اللي كانت لدينا خلينا الان ننطلق ونشوف مركز التحكم الجديد الى هنا وارجعنا لكم الجديد صلوا على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الان لو جينا لمركز التحكم هذا هو مركز التحكم اللي احنا منحطه عجزتنا وهو عبارة عن مركز تحكم هاي بار او اس نفس النظام اللي انت شايفه امامك شايف كيف شكل الايقونات كمان شكل الايقونات عملنا عليهم تعديل وكمان الخط او المستطيل اللي في المنتصف لما ازالته زلته عملت الشكل اللي هيكون معنا بهذا الشكل حتى النسخة الصينية هتكون بهذا الشكل هذا الشكل فيه مميزات المميزات اللي تم اضافتها هو اول حاجة انه الشكل تغير دائما اي حاجة لما تغير شكلها انت تلقى بتحبها او انت بتحسها انها حاجة كويسة وحاجة حلوة هنا في عنا مشغل انا مشغل الموسيقى مع مشغل مثلا زي اليوتيوب بتقدر تشغل منها هنا عنا الاضاءة هنا عنا الصوت وهنا عنا الواي فاي والحزب هذه كل هالايقونات اللي احنا منستخدامها بشكل طبيعي حطيلك ايها بصفحة واحدة او في مكان واحد يعني ما كان عنا احنا بالنظام القديم انك تقلب واحدة والتانية صفحة نظام صفحة هنا احطوها كلها مرة واحدة كان عنا الادت فوق صار الادت موجود تحت تقدر تعدل بدك تشيل مثلا القفل شلناها انشالت تقدر تحط تحط من هنا تقدر كمان مثلا لو انا بدي وليكن انه الكشف هذا بدل ما هو هنا اشيله واحطه فوق ضغطة طويلة بحطه فوق مثلا بدي موفر البطارية الاقصى احطه فوق بحطه فوق بتعدل بدك تضيف اي شغلة من هدول مساحة التخزين بتضيفها هذا كلها التعديلات بالنظام الجديد وبتعمل صح يكون كل شي هيك عندك اتعدل بالنسبة للايقونات لمركز التحكم هذا طبعا اسمه مركز التحكم وعندنا ايضا مركز الاشعارات لو عملنا زيك هننتقل الى مركز الاشعارات طيب لو كان عندك مركز التحكم بالشكل هذا شو انت ممكن تعمل علشان تحصل على مركز التحكم بدون المستطيل اللي موجود في المنتصف اللي عامل بالشكل اللي مش حلو يعني طيب نعمل كالتالي هنيجي على الاعدادات وهنيجي على التطبيقات وهنيجي على ادارة التطبيقات وهنيجي هنا على الثلاث نقاط نتأكد انه احنا عاملين معرض جميع التطبيقات بعد هيك هتيجي في البحث هنا تكتب مي هوم اول حاجة هذا التطبيق المي هوم هو تطبيق انه انا بقدر من خلاله افتح مثلا انا بالنسبة لي بقدر اعمل عملية طباعة اطبع مثلا هذي الطابعة شايفينها طابعة شاومي بطبع فيها عادي جدا هايها هذي الطابعة بطبع فيها هاي فيها ورق هانو بطبع فيها ممكن استخدم كاميرا شاومي عن طريق هذا التطبيق اذا التطبيق مش لازمك اصلا بتعمل لغاء تثبيت له كمام رحنا هنا اجي نلاقينا الكلام موجود يعني المستطيل هذا اللي مش حلو موجود طيب شو نعمل اعمل التالي هتيجي على ايضا الاعدادات وهتيجي على نفس المكان اللي كنا فيه التطبيقات وادارة التطبيقات وتبحث تبحث هنا عن كلمة هوم كلمة هوم هيجيك هوم هذا جوجل هوم يجي تعمل زي هيك تعمل الغاء التسبيت الغاء التسبيت تمام اطلعنا من هذا المكان نيجي هلاقي انه تم ازالة المستطيل اللي في المنتصف اللي عامل زي مصمار جوحة اذا في اي احد عمل هذا الطريقة ودل موجود عند المستطيل هذا اللي موجود في المنتصف اكتبو له في التعليقات هذه الامور اللي انت بتقدر فيها تعمل مركز التحكم بشكله المثالي طيب الان في عنا الايقونات هذه الشكلها الحلو بدل ما هو الشكل الدائري هذا الشكل احلى شكله هيك دائري ومش دائري هو هيك شكل نقدر نقول عنه قريب من البيضاوي كيف ممكن نعمله نعمله من هذا الثيم اللي انا اصلا حكيت عنه قبل هيك بتنزل هذا الثيم تمام اذا الثيم انا حكيت عنه بتنزل هذا الثيم وبعد ما تنزله ايشو هتعمل هتيجي على المكان هذا شايفو هتيجي على ثيمات مخصصة مخصصة وهتيجي على شريط الحالة وتختار الثيم اللي نزلنا وتعمله تعيين اي بيك انت حصلت طبعا بعد ما تعمل تعيين يفضل انه انت لما تيجي تعمل تعيين تعمل اعادة تشغيل وبتحصل على مركز التحكم بشكله او بشكله المثالي وبشكله اللي زي اللوز اللوز زي ما انا عن هذه الكلمة وهيك ان شاء الله الفيديو بيكون وصل لجميع الرابط تحديث مركز التحكم اي برؤس هيكون في قراءة في صندوق الوصف نلتقي ان شاء الله على خير وسلامة في فيديو جديد دعواتكم دعواتكم لاهلكم في غزة ولاهلكم حبيبكم اللي انتو تحبوهم وهم بحبوكوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام.